السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عشرق من الفناح من كل الالوان اتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة طبعا زي ما انتم عارفين اللي احنا بنعرض فرص ومنح كتيرة جدا على الفناح بتاعتنا وبنشرح كل التفاصيل لكل منحة وبنشرح طريقة التعديم بتاعتها يعني كل حاجة بنوضحها طبعا لو في اي اسئلة عندكم كمان احنا بنرد عليها وهكذا في ناس كتيرة بقى كلمتني عشان نحاول اللي احنا نقدم لها بس بشكل كامل يعني مثلا لقيت اللي في ناس كتيرة طلبت مني اللي انا اقدم لهم في اي منحة انا بعرضها مثلا اي منحة هم بيجيبوها تقديم كامل يعني اعمل لهم خطاب توصية خطاب نية كل الكلام ده فصراحة هي الفكرة في الاول ما كانتش عندي بس لما لقيت طلبات الناس كتيرة عليها بدأت افكر في الموضوع وقلت لي لا احنا ممكن نساعد الناس باللي احنا نقدم لهم بشكل محترف طبعا في ناس ما بتكونش فاضية مثلا ورا مشاغل او كده او فيه مثلا طلبة ما عندهاش المقدرة العالية على انها تملأ بطريقة احترافية او تعمل خطاب نية بطريقة احترافية فعشان كده احنا قررنا اللي احنا نوفر الخدمة دي على القناة بتاعتنا والخدمة دي زي ما قلت هنملى فيها الابليكيشن لاي منحة تعيزة سواء منحة احنا كنا قدمناها على القناة بتاعتنا يعني عرضناها في فيديو او مثلا منحة انت جايبها من عندك مثلا وعيز اللي احنا نساعدك بالتقديم ديها مفيش برضو اي مشكلة خالص فاحنا اه هنقدم لك الابليكيشن بشكل احترافي هنعمل لك خطاب نية اه كمان السي في لو انت عايز كمان ممكن نعمله لك المقالات الخاصة بالمنحة مسلا ممكن نعمل لك كمان الخطة البحسية فكل الحاجات دي هنعملها لك بشكل احترافي وتعالى دلوقتي نشوف بعض الامثلة او النمازج ازاي ممكن نعمل لك خطاب النية بشكل احترافي او السي في وهكذا يعني على سبيل المثال ده خطاب النية او خطاب الدافع هنعمله لك كمان بشكل احترافي هنكتب لك فيه اه يعني بطريقة محترفة جدا اه نوع الخط كمان هيكون بطريقة كويسة يعني فيه شوية ضوابط كده وعوامل لازم تكون طبعا في الخطاب النية احنا هنعمله لك اه بشكل احترافي اه لو كمان هتحتاج سي في اه بنعمل سي في على الطريقة الاوروبية باستخدام اه طبعا مواقع وبنحط لك فيها كافة البيانات وبنعمل لك فيها مماليزات كتيرة جدا وطبعا فيه اشكال كتير للسي في زي ده مسلا ده سي في على الطريقة الاوروبية باستخدام اه اليورو باس اه بنعمل لك يعني حاجات اه احترافية بشكل كبير جدا كمان لو فيه مقالات مطلوبة من المنحة زي مقالات ليه مسلا عايز تدرس في المنحة دي او مسلا اية محاطق المستقبلية او مسلا الطلاب المصدر اه خطة بحسية كل الكنامدة كمان هنزبطه هنعملولك بشكل احترافي طيب خليني دلوقتي اوضح ازاي نظام التقديم ده هيمشي اول حاجة لازم انت تكون فاهمها ان التقديم من خلال القناة بتاعتنا ما بيتمنلكش القبول في الجامعة او المنحة او الفرصة اللي انت بتقدم بيها احنا فقط بنساعدك على التقديم بشكل احترافي ولكن القبول في الفرصة او المنحة ده بيرجع لمسؤولين المنحة هم اللي بيكرروا كده فاحنا بس بنساعدك اللي احنا نقدم لك بشكل احترافي اكتر واحب اوضح كمان ان عملية التقديم من خلال القناة بتاعتنا مش هتكون بشكل مجاني هيكون فيه رسوم للتقديم طبعا في البداية انا كنت يعني حبيب اللي اقدم الخدمة مجانية بس لما جيته بصيت لقيت ان ان انا مثلا عندي على الخناة حوالي اكتر من اتناشر الف مشترين فبالتالي لو انا جيت دلوقتي مثلا وعرضت لكم الفيديو وقلت ان الموضوع بشكل مجاني هلاقي بعد لما اعرض الفيديو ده ان كل الناس هتتواصل معي وقلت لي يلا قدم لنا فبالتالي هتلاقي الشخص المهتم والشخص المش مهتم هتلاقي الشخص الفاضي يقدم والشخص المش فاضي كله هيبقى يعني عايز يقدم فبالتالي مش هبقى فيه جدية في الموضوع عشان كده احنا هنفرد رسوم بسيطة جدا رسوم زهيدة الرسوم دي من خلالها هنضمن ان انت شخص جاد في التقديم وشخص مش عايز مثلا تضيع وقت او كده خلينا بقى دلوقتي نتعرف على طريقة التواصل معنا عشان نقدم لك في المنحة والفرصة اللي انت عايزها وكمان عشان نتعرف على الرسوم اللي المفروض هتبقى مفروضة على التاني طيب ده اللي من خلاله هتقدر ستتواصل معنا عشان نقدم لك المنحة اللي انت عايزها اه طبعا بعد لما تملى النموذج ده كله هنتواصل معاك في خلال 24 ساعة عشان نأكد بقية البيانات ونبدأ نقدم لك في المنحة اللي انت اخترتها اه طيب النموذج ده مكتوب فيها ومطلوب في ايه اول حاجة توافق على المتطلبات اللي احنا كنا ذكرناها قبل كده ومن ضمن الحاجات اللي احنا قلناها قلنا هنملى التقديم للفرصة اللي انت عايزها هنملىهولك هنوفر لك كتابة خطاب النية مقالات المنحة هنكتبها لك هنعمل لك سيرة ذاتية بشكل احترافي تمام وكل ده هنعملولك للمنحة اللي انت عايزها اه كمان في ملاحظة لازم تاخد بالك منها اللي احنا هنساعدك في التقديم للمنحة والفرصة بشكل احترافي ولكن عملية القبول في المنحة اللي انت هتختارها ده بيعود لمسؤولين المنحة احنا ملناش علاقة به تمام تاني حاجة لازم تباخد بالك منها ان في رسوم للتقديم اه عشان نساعدك في اه التقديم للمنحة اللي انت عايزها اه الرسوم دي هتطراح ما بين عشرة الى تلاتين دولار على حسب المنحة والفرصة اللي انت طالب التقديم لها يعني مثلا في منحة ممكن يكون التقديم فيها بسيط مش محتاجة جهد كبير او مش محتاجة بيانات كتير اه فدي FERPA الممكن بتطراح مسلا ثمانية عشرة دولار او في منحة مسلا ممكن تكون بياناتها كبيرة شوية محتاجة مقالات محتاجة حاجات كتيرة جدا وتاخد وقت في التقديم فبالتالي ممكن يكون تمامية تلاتين دولار وهكذا يبقى التمن هتروح ما بين عشر الى تلاتين دولار وهيتم الاتفاق اه على التمن معاك بعد لما ناكد البيانات كلها تمام اه طبعا عشان اه تختار الجزء ده تختار موافق لو انت بقى خلاص يعني موافق على كل الشروط دي تضغط على كلمة موافق وتختار موافق وبعد كده تضغط على كلمة ناجس عشان ادخلك على اه المرحلة اللي بعدها في ده اول حاجة طلبين منك تحط اسمك بالكامل اه تحط رقم الواتس بتاعك عشان ده اللي نتواصل معاك اه من خلاله اه تحط الايميل بتاعك اكتب اسم المنحة اللي انت عايز تقدم ليها يعني مسلا لو في منحة اه احنا شرحناها على قناتنا على يوتيوب اه تكتب اسم المنحة دي لو في منحة تانية احنا ما شرحناهاش والمنحة دي انت مهتم بيها واعرفتها مسلا اه عن طريق صديق عن طريق موقع تاني او عن طريق قناة تانية او كده تقدر برضو انك تكتبها لنا واحنا هنساعدك في التقديم ليها يبقى ممكن يكون منح او فرص عن طريق قناتنا او منح خارجية انت جبتها بنفسك عادي جدا برضو تكتب اسم المنحة هنا اه هنا تحط المصدر اللي انت عرفت منه المنحة يعني لو اه المنحة عرفتها عن طريق قناتنا حط رابط الفيديو بتاع اه المنحة اللي انت عايز تقدم ليها لو عرفته عن طريق مصدر خارجي مسلا حط رابط المصدر الخارجي عشان نبقى عارفين المنحة دي انت جبتها منين Woche نبقى كل تبقى كل البيانات عندنا تمام بعد لما تكتب بقى الجزء ده تكتب اسمك بالكامل هنا مسلا تحط رقم الواتس بتاعك تحط الايميل بتاعك اه تكتب اسم المنح اللي انت عايز تقدم عليها هتيجي تضغط على كلمة بعدها عشان اخر سؤال وهو بيقول لك هيتم التواصل معاك في خلال اربعة وعشرين ساعة عبر الواتس عشان نأكد طلبك والبدي في الاتفاق على جميع التفاصيل والتسجيل لك في المنحة اللي توريدها. تمام? اه طبعا لو موافق على الشرط هتضغط على كلمة موافق وتضغط على كلمة لما تضغط على كلمة يبقى انت كده سجلت لينا وفي خلال اربعة وعشرين ساعة احنا نتواصل معاك وبعد لما نتواصل معاك هنبدأ بقى نقول لك مسلا اه احنا محتاجين ايه منك اه نبدأ نأكد البيانات معاك نقول لك احنا بناخد وقت قد ايه عشان اه نقدم لك للفرصة دي وممكن انك تقدم مسلا اه لو انت حابب انك تاخد مسلا زي اه تجيب اه تلات منح او اربع منح وتخلينا نقدم مهم لك بشكل كامل اه فمسلا هيكون فيه اه خصم فيه الرسوم اه لمسلا لو تلات او اربع منح انت عايز تقدم ليهم في نفس الوقت بحيس انك تضمن لو المنحة مثلا دي ما جاتش بقى التانية تجي لك وهكذا. دلوقتي اتعرفنا على الميزة او الخدمة الجديدة اللي حيبنقدمها على القناة بتاعتنا وانت لك حرية الاختيار احنا هنفضل مستمرين في عرض الفرص والمنح وهنشرح فيها التفاصيل كاملة وطريقة التقديم بشكل كامل وانت لك حرية الاختيار عايز تقدم من خلالنا بشكل احترافي او عايز تقدم لوحدك دي حاجة بترجع لك. بس اه احب اناويت كمان على النقطة وخط تحتام اليون خط ان التقديم من خلالنا ما بيضمن لكش الابول في الفرصة او المنحة. يعني احنا بس بنساعدك على التقديم بشكل احترافي لكن الابول في الفرصة او المنحة اللي انت مقدم عليها ده بيرجع لمساولين المنحة فقط. اه اتمنى تكون النقطة دي وسط فيكم وان شاء الله بإذن الله موفقين وان شاء الله تكون الخدمة الجديدة دي عدبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.